حلو جدا 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 ماشاء الله حالتك دلوقت يا دلو ايه هي حالتك يا دلو شكلك يا امه دخلك فلوس هتدخل او دخلت خلاص في خير في تحسن في الحالة المادية في او حتى يعني زي ما تقولوا ايه ابتدت تنور ابتدت تنور اهيه في خير جاي حالتك دلوقت كمان عندك عطاء الكارت ده كمان اما ان هو دخلك ان شاء الله رزق وفلوس كويس ان شاء الله او انه انت في حالة عطاء عمال تدي 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 حد محتد بتديله عندك كرم زاية دلوقت ده يعني لو هي حالة مادية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها ولو هي حالة عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها دي حالتك دلوقت حالا شكل الشهر عندك في احتفالات هو شهر احتفالات فعلا بنحتفل بسنة جديدة لكن واضح انك انت بتحتفل بشيء الناس اللي مرتبطين يعني لسه ما عملوش خطوبة الشكل في خطوبة وفي اتمام مراسم خطوبة او زواج كمان فهو في فرح في احتفال يعني ما شاء الله كارت اسفر ملور وحاجة حلوة قوي 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 وبال رايق وحاجة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله هدفك هذا الشهر هنا في حاجة انت مذبذب فيها مش عارف تختار حاجة من اتنين عندك حيرة في اختيار او عندك تقلب متقلب في حاجة الهدف بتاعك انت تحسم الموضوع ده اما انه انت فيه قرار عايز تاخده ومتردد فيه وعمال تجيبه يمين وشمال او انت في حالة تقلب او ممكن تكون حالة تقلب في الحالة المادية يعني طلع نزلق اما انه انت الفلوس اللي بتجيلك بتروح على طول تتصرف في مكانها يعني اللي جاي رايح او فانت عايز تزبط بقى الموضوع ده عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه ابتزان شوية الفلوس اللي تيجي لقطعت شوية فيها حاجة بتتأرجح انت عايز توصلها لحالة study ده الهدف بتاعك الشهر ده فلو انت عايز تعمل ده يا دلو باذن الله الفلوس اللي حجيلك ابتدي حوش ما تصرفش في حاجات ملهاش معنى او ممكن يكون هدفك الاقتصاد ان انت قررت ان انت تعمل خطة في الصرف انك انت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي انت محتاجها بس المهم انه هدف كويس قوي 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 فيه ناس طلع هدفها النهاردة انها تهد البيت في حيات النهاردة كان هدفها غير طبيعي الصراحة طيب ايه العقبات اللي مقابلك الشهر ده اه تغييرات انت ما كنتش عامل حسبها تغييرات مفاجئة ممكن تكون في العمل وتغيير جامد مش تغيير اي كلام لا تغيير قوي ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجئ في العمل حصل تغيير مفاجئ عملية تحول ده هيقف قدامك عقب الشهر ده هتبقى مش عارف تتعامل معه ازاي نصيحتي ليك تعامل معه بجرأة بص هو ايه اللي بيحصل هنا الثيم بتاع الكارت ده الموت مفروض ان حاجة بتموت او حاجة بتغيير وحاجة مفاجئة وجاي غصب عنك انت انت مش متوقعها زي الموت كده لما بيجي ايه غفلة هو الموت هنا رمز مش مش الموت بمعنى الحرقي الموت بمعنى رمز الموت ان هو بيجي مفاجئ بدون دعوة والواحد بيجعبشي صرف فيه اعمل ايه بسبوستو بقى هنا الراجل ده ده مفروض ان هو السيس يعني او احنا بالنسبة لنا بقى هيبقى رجل فيه او شخص فيه عنده تدين واقف بيواجهه عادي جدا واجه واجه التغير او التحول ده بشجاعة ما تقلقش لان التحول ده او التغير ده الحاجة اللي بتموت او تتغير وبيحل محلها حاجة تانية فيه شمس جديدة طالعة بعدها فواجهه ما تخافش منه التغيير اللي داخل عليك ده دلو ما تخافش منه ان شاء الله في الاخر حيوديك لحاجة كويسة حاجة احسن بس انت مش عيد في هدلوقتي الحاجة اللي انت حتنجزها الشهر ده واضح ان الدلو حيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب بمعنى يمكن كان الشهور اللي فاتت وكان الشهر اللي فات فعلا الدلو عنده الحتة دي ما كانش مركز في العطفة او كان مركز في عمله جدا 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 بيحاول يحسن من حالته المادية واضح ان هي تتتحسن بالفعل او على الاقل ابتدى يبان يعني يبان معالم للموضوع ان ان شاء الله هيحصل هيحصل تحسن فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العطفية وبين حالته العملية فالحبيب راضي مبسوط انك انت بقيت تهتم به مش بس مهتم بشغلك وهبقيت هامله لأ بقيت مركز مع الاتنين بقيت بتدي في النحيتين برافو عليك يا دل برافو برافو طيب ايه اللي هتحاول تتفادى هذا الشهر دي خطة مستقبلية اوكي خطة مستقبلية بعيدة المدى بمعنى خطوة كبيرة اوي تجنب الخطوات الكبيرة اوي اللي ليها علاقة بقى ايه بخطوات مستقبلية عارفين الخطة الخمسية مش عارفة ايه لا بلاش تعمل خطة خمسية دلوقتي انشي step by step خطوة خطوة تفادى الموضوع ده يمكن السبب لانه ده مش وقت ملاسب ان انت بتعمل خطة للمستقبل قوي المستقبل بعيد بالشكل ده اه وممكن يكون كمان الصفر تفادى الصفر الوقت ده ده اه ليه ما تخافوش من حاجة يعني يمكن على اقل تقدير يعني ان ناتجته مش هتبقى مرضية لك اوي اللي عنده صفر الوقت ده حاول ما يتجنبه او اي حاجة فيها ايه خطوة بعيدة خطوة كبيرة اه ايه اللي انت محتاجت عطنقه هذا الشهر شوية يعني مش عايزة اقول بخل عايزة اقول حذر توخى الحذر هذه الفترة في الصرف الصرف بالذات لان ده نمسك ايه مسك ديك شوية يا دلو انت طلع لك حالتك دلوقتي انت عملت بعزق واضح ان فيه بعزقة عملت بعزق ينين وشمال وفوق وتحت صنت طيب ده 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 اللي انت محتاجت تعطنقه الشهر ده حاول تمسك ايدك شوية امسك ايدك ام ركز اعمل خطة للصرف خطة محترمة كده مش لحاجة علشان اتليست حس يعني توصل الهدف اللي انت عايزه ده انك انت الحالة المادية عندك تستقر ده هدفك وعشان تبتدي تحس بالحاجات اللي انت اشتغلت عليها الشهور اللي فاتت يبان تأثيرها طول ما انت كل اللي يجيلك بتصرفه مش هتحس بالتحسن أو مش هتحس بالتطور هتلاقي الدعم فين أنا بالنسبة لي أي إيد نزلة من السماء دي إيد ربنا الدعم هتلاقيه عند ربنا دلوقتي من ناحية ده عايز مشاعر جديدة أو رزق جديد يعني اللي محتاج تعمله إنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى أنت مفيش حاجة في إيدك تعملها غير أنك أنت تدعي ده اللي حتلاقي فيه الدعم حاول تدعي حاول تسأل تسأل تطلب من ربنا أي حاجة بقى أنت عايزها لو كان ببقى رزق جديد لو كانت مشاعر جديدة ده اللي حتلاقي فيه الدعم ربنا بس هو هو اللي حيستجيب دلوقتي لو مثلا المشكلة وقع بينك وبين شريك يعني حاول إن أنت ما تشوفش حلول معاه على قد ما أنت تبتدي تتجه لربنا تطلب منه المساعدة أروح أمشي إزاي أروح فين أقرب ولا أبعد فدعمك هتلاقيه من ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي البعيد يقرب نصيحة الكارت طلع لك العربة امسك القيادة يا دلوقتي أنت بطبعتك عندك صفات القائد امسك زمام الأمور وأمت اللي بتدي حركها زي ما إحنا وصفنا الكارت ده قبل كده ده واحد راكب العربة هو واقف مش قاعد يعني ده مش وقت قعاد ده وقت أكشن ابتدي خود أكشن وامسك زمام الأمور وأي حاجة أي حاجة تشتت انتباهك دول مفروض دول الأسود اللي بتقود العربة كل واحد يوم بصص في التجاه بمعنى إنها تدي لك حاجات في الطريق تحاول تشتت انتباهك وتاخدك في الطريق تاني أنت تمسك زمام الأمور تاني وتمشي على الخط اللي أنت رسمه لنفسك لازم تقود المرحلة دي يا دلو وحركتك تكون أسرع واتخاذك للقرارات يكون أسرع قراراتك على فكرة تاخدها بصعوبة يا دلو وده عن تجربة يعني جوزي دلو زي ما أنتو عارفين بياخد قراراته فعلا بصعوبة بيبقى عنده تردد شديد جدا واضح إن الوقت ده مش وقت تردد لازم تبتدي تاخد قرارات بشكل أسرع لو هي حتى قررت تخط وتخص العطفة لازم تبتدي تاخدها بشكل أسرع من كده واضح إنك طولت كتير والطرف التاني خلاص ما بقاش عنده صبر لازم تبتدي أنت تاخد خطوات سريعة شوية طيب تعالوا من الخاص القرية بسرعة الدل إما دلوقتي في مرحلة تطور في الحالة المادية أو في طريقه لتطور في المادة أو هو في مرحلة عنده عطاء كتير قوي وعمال يدي كتير جدا شكل الشهر عنده فيه احتفالات وده شيء متوقع لأن ده شهر خلاص بالاحتفال بالسنة الجديدة بس هو كمان بيشير إلى ارتباط وإتمام مراسم خطوبة أو مراسم جواز أو أجازة فيها سفر إن شاء الله وفيها يعني فسحة حلوة جدا وكارت إيجابي قوي قوي هدفك الشهر ده إنك أنت تعمل عملية اتزان في حالتك المادية لأن كل اللي بيجيلك بيروح بتصرفه في حالتك المادية مش متزنة فأنت محتاج إنك أنت الهدف بتاعك اللي أنت حطه أنا عايز أزبط الميزانية الخاربانة يعني ده اللي أنت مركز فيه الشهر ده العواقب العقبات اللي هتلاقيه قدامك الشهر ده التغيير مفاجئ أنت مكونتش عامل حسابك عليه هيفجأك وهيخورفك شوية لكن مش عايزاك تخاف واجه التغيير ده بشجاعة ما تخافش مني أكتر حاجة حتنجزها الشهر ده إنك حتنشي العطفة والعقل مع بعض حيمشوا مع بعض في نفس الاتجاه يعني مش هتبقى كافة الشغل والعمل غلبة على العطفة زي الشهر اللي فاتت هايبقى الاتنين ماشيين مع بعض يعني بنسبة كويسة جدا برافو عليه كده حاول إنك أنت تتفادى إما الصفر أو إنك تعمل خطط مستقبلية قوي لمستقبل بعيد لا حاول تماشي الدنيا واحدة واحدة خطوة خطوة بلاش تعمل خطوات لها بعيدة المدى أو تعمل خطط بعيدة المدى امشي بس الفترة دي step by step حاول كمان تعطنق الحرص الحرص في الصرف واضح إنه هو صرف مش أي حاجة تانية لم إيدك شوية يعني بغض النظر يعني بقى في ناس بقى حتقولي لا مش من كتر الفلوس لا هي على حسب بقى النسبة وتناسب وفي إنت نسبة مثلا بيجيلك ألف جنيه بتبعزق منها نسبة لا بقى سابية في كلام فاضي في نام قصدي وفي حد بيجي له 9 مليون جنيه وبيعمل نفس الشيء فأيا كان في حالة من irrational spending يعني بتصرف حاجات إنت ممكن تكون مش محتاجها أو ممكن تستغنع عنها ركز في صرفك هنلاقي الدعم فين مين اللي هيدين البوش ربنا سبحانه وتعالى الصلاة الناس اللي مش مركزة في الصلاة قوي أو مش بتصلي كفاية ابتدوا ارجعوا انتظموا في صلاتكو تاني ودعوا ربنا وطلوبوا كل اللي انتوا عايزينه هنا هتلاقوا الدعم يا دل هنا عند ربنا النصيحة بتاعت الشهر انت اللي تقود يا دل وما تخليش الدنيا هيا اللي تقودك يعني فيك هوت يقولك دلوقتي العجلة بتدور لوحدها انت ارفع ايدك واستنى لا هنا انت اللي لازم تمسك القيادة وانت اللي لازم تتحرك ولو انت على وشك ان انت تاخد قرار لازم تحاول تاخده بسرعة واي حاجة حتشتت انتباهك ارفضها وركز في الهدف اللي انت رايح له رايح حلوة جدا يا دل جميلة 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 تعالوا نشوف باقي الحلة العطفية تباً ترجمة نانسي قنقر اوكي اداله عايز ايه اداله يعني واضح ان هو في حاجه عنده بيضه في العلاقه حاجه يعني مش مش واخد حقه زعلان من حاجه اتهزم في حاجه بس هو واقف وبيبين ان هو ولا الهوى وانه تمام اه ومش فارق مع حاجه ان هو ايه ما تهزمش هو بيحاول يبين ان هو ما تهزمش ان هو ما تكسرش اه اه نفسه في ايه عايز يدي في العلاقه اكتر اداله زي ما احنا شوفنا حتى في قراته العامه تده يركز في العاطفه اوه تده يركز مع شريكه اوه تده يهتم بيدي تده يعوضه اه حاجه حلوه جدا فالدالوه شايف ان يعني ان العلاقه حلوه ولفسه بقى ايه يكمل عليها يزود عليها يحليها اكتر يديها اكتر اه حلوه قوي قوي ادالوه شايفش ديكو ازاي which is weird اتجرح كتير اتجرح كتير اه طعنات كتير 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 مش عارفة اذا كانت طعنات دي بسبب ولا بسبب شخص تاني لكن المهم ان هو شايفه متقلم وان هو زي ما تقوله اه اتغضر به كتير قوي وعنده نهاية مقلمة يعني زي ما تقوله اخد نهاية مقلمة مش عارفة الدالوه هو اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بره لكن الدالوه حاسس بقلمك حاسس بقلم شريكه سوري الدالو حاسس بقلم شريكه قوي الشريك بقى بيعمل ايه الشريك واضح ان هو حطل نفسه هذا ورايح له بسرعة بياخد خطوات سريعة جدا 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 انا حاسة ان من الخطوات دي اتجاه شريكه كمان يعني لو فنفرض ان الدالو زعل شريكه في حاجة بس دالو ابتدى يركزه ابتدى يديه ابتدى يعود شريكه شريكه رايح له جاريه بقى اللي هو ايه اه بيسمحه بيقرب منه اكتر اه رايح له بسرعة اه نفسه في ايه هو نفسه في تعويض فعلا نفسه في تعويض الشريك شايف انه هو اه ادى الدالو كتير قوي او او اه يعني مقصرش على اقل معاه في حاجة ونفسه بقى في تعويض انه واضح ان الدالو ممكن يكون غلط يعني مش مشكلة من غلط وابتدى انه هو يعني عايز يحصل بقى الشريك شايف الدالو ازاي شايفه بيصلح لا الدالو بيصلح خلاص عمال بيشوف اخطاءه فين كانت فين وعمال يصلحها وعمال يداوي جروح وعمال بيطبطب وعايز يقوم بالعلاقة قوم كده ما شوالله الطاقة الطاقة الان دالو بيحب شريكه جدا 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 وعايز يقدم له حاجة شايفين كوبها دي كوبها دي مشاعر وحب وقوها هسمكه السمكه دي عطاء ورمز رمز للا خير يعني اقدم لك كل خير عايز يقدم لك كل خير لق واضح ان الدالو تعلم دارسه تعلم كويس وعرف امتك ونوي صلح وانت صراحة شريكه يعني برافو لو هو ده فعلا اللي انت بتعمله حاليا انك انت رايح له بالسرعة دي ومستني تستقبل بقى طب يلا بقى وريني بقى تعمل ايه بالطاقة دي ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة قوي بصوا بقى في بداية جديدة العلاقة واخدة شكل جديد في حاجة جديدة حاجة انتو مش متعودين عليها الدلو فعلا ابتدى يركز مع الشريك في تفاقل كده وبصين العلاقة ايه ده ده العلاقة بتتطور ده العلاقة مش فشلة زم انا كنت فاكر لا ده فيه صاف فيه بداية جديدة فيه طريق طويل انتو رايحين وانتو ترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض رايحين طريق طويل مع بعض مشاعر جديدة يا دلو ومولود جديد للناس اللي مستنين موليد الناس اللي لسه ما تجاوزوش ده زواج اتمام زواج واتمام خطوبة والناس اللي مستنين مولود مولود جديد لو ولا حاجة من دول وانتو متجاوزين قراتيو عندوك ولا دفعية مشاعر جديدة مشاعر المولود الجديد اتفرحة المولود الجديد حاجة نقية جدا حاجة عطاء عمالين تده كله عمال يدي كله عمال يدي يعني الدلو بيدي شريكه وشريكه بالدلو بيديله ما شاء الله بيرفو ويعني انا عايز اقولكو انا معاكم والقراءة فعلا كانت انطبق على الدلو جدا الشهر ده الحمد لله الحمد لله والحمد لله طيب هلاخص القراءة الحمد لله حلو قوي الفيدباك جميل ربنا يسعدكم يا رب ربنا يسعدكم الدلو واضح انه ضلط في حاجة او اثر في حاجة على الاقل على الاقل تقدير وبيحاول يبين ان هو ايه مش عايز يعترف ما بيعترفش انتو عافين ده وما بيعترفش فهو بحاول يبين انه هو تمام انه هو مغلطش في حاجة او الحرب اللي كان داخلها او المعركة اللي كان داخلها خرج منها مهزوم بس بيحاول ينكر الهزيمة دي عايز يبتدي يدي في العلاقة لانه شايف ان اساسها قوي وانها تستاهل منه انه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام فهيبتدي يبني في العلاقة شايف شريكه ازاي متقلم متقلم جامد وخلاص اتهارة تعنات اتهارة تعنات تعنات كتير جدا جدا يمكن تكون منه او يمكن تكون من ناس تانية لكن حاسس بقلم شريكه الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا 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 وحسن الهدف ده اتجاه شريكه بسم الله ما شاء الله الشريك عايز ايه كمان عايز تعويض بقى عايز ابتدي يجني بقى هو صبر كتير واستنى وسامح مثلا او يعني دعم كتير ادى دعم كتير للدل فعايز بتدي يحفظ بقى عايز هو بقى ياخد شوي اه وهو شايف فعلا ان الدلو ابتدى فعليا ان هو يصلح وابتدى يدي اتقى ما بينكم ولا احلى مشاعر جديدة حلوة جدا جدا كلها حب كلها عطاء واهتمام مرحلة جديدة زي ما قلنا ده لو شريكه داخلنها ومرحلة منطقتها حلوة اوي بسم الله ما شاء الله اه طاقة البداية الجديدة حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح تفرح اه عمليين ترسمه خطوات نحو المستقبل مع بعض اه وخطوات بعيدة بعيدة المدى بس ده تلقى لك في الاراية العامة بلاش تعمل الخطط الخماسية دي الخمسينية دي لأ مش خطوة خطوة ان شاء الله الطريق طويل وتكملوه دايما مع بعض بس خدوها ايه واحدة واحدة مشاعر جديدة اه فيها اه كلها سلام وكلها اه اه يعني رحمة جميلة جدا 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 وزي ما قلنا ممكن يكون مولود جديد اتنان زواج او اتنان خطوبة اه بس يعني ما شاء الله حاجة كده ما فيش زيها وربنا نبارك كل اللي بيحصل ده وسعيد بيكم جدا الحمد لله الحمد لله ربنا يهانيكم كل الدل ان شاء الله ويسعد شارككم